مثل ما جاء قرار توقيف المنافذ البرية والبحرية جاء القرار أيضا بإعادة فتحها ليعود مطار صنعاء وميناء الحديدة الخاضعان لسيطرة الانقلابيين للعمل مجددا ويستقبل مطار صنعاء أول طائرة تحمل مساعدات تابعة للأمم المتحدة قرار إعادة العمل في المنافذ اليمنية وبالأخص الواقعة تحت سيطرة الميليشيا لم يحمل أي جديد من قبيل ترتيب الوضع الأمني للحركة الملاحية التي سبق وأن دعا إليها التحالف العربي مرارا وتكرارا حتى أنه ذهب في مرات كثيرة إلى طلب الأمم المتحدة تولي مهمة الإشراف والإدارة في الميناءين منعا لعملية تهريب السلاح وفي كل مرة كانت المنظمة الدولية تقدم الأعذار وعليه يبدو بأن الحمية التي أثارها صاروخ الرياض قد خفتت أنه عن ماء أو أن ضغط المنظمات الدولية ومطالباتها المستمرة آتى أكله في صنعاء والحديدة اللافت في الموضوع أنه وبينما يعود العمل إلى الموانئ الخاضعة لسيطرة الميليشيا وبإنسيابية تامة يجري عرقلة العمل في الموانئ الخاضعة لسيطرة الشرعية مصادر صحفية ذكرت أنه تم توقيف إجراءة رسوء إحدى السفن الصينية التجارية في ميناء عدن من قبل التحالف العربي دون إبداء أسباب لهذا الإجراء الذي أثار حفيظة إدارة وعمال الميناء ليبقى السؤال الحاضر دوما لماذا وفي كل مرة يضع التحالف العربي البيضاء في السلة الخاطئة